ألف ألف مبروك للاتحاد محمد أولا ألف مبروك لنادي الاتحاد في البداية لعودته إلى بطولته المفضلة وثانيا للفوز اللي جاء فعلا تعنوان لهذا العودة الجميلة الاتحاد فاز كان الفريق الأجمد طبعا مجهول بالنسبة لنادي الاتحاد وللوسط الرياضي ونادي الاتحاد لعب بتحفظ دفاعي وفي نفس الوقت بحذر وأفضل سيناريو ممكن الاتحاد يتخيلوا أنه يجيب هدفين في الدقيقة 10 والدقيقة 15 أنهى المباراة مبكرا راح الفريق أعطاله راحة نفسية قدم أداءه العادي حافظ على لياقة اللاعبين وواضح أنه دخل الشوط الثاني فقط عشان يخلص المباراة بدون أي جهد إضافي الاتحاد في هذه الفترة يلعب من بعد التوقف على ثلاثة جبهات الدوري وبطولة آسيا والكاس عنده إصابات طبعا متعددة في الفريق آخر إصابة كانت في ليلة المباراة النجم الكبير بنزيمة وجوده كان ممكن يشارك في هذه المباراة لو لا إصابة اللي غاب بسببها في آخر مبارتين وكمان الغياب الأكبر واللي الاتحاد يفتقدوا كثير عن اللي هو كورنادو لكن الموجودين والجودة العالية في نادي الاتحاد حتى ولو كان الفريق يفتقد إلى بعض النجوم إلا أنه الجودة اللي موجودة في نادي الاتحاد كانت كافية أنه ينهي المباراة وبسهولة الفريق أجمد طبعا ما كان فريق في حالته المعتادة مرحلة جسر ضاعت من الفريق بسبب تبكير الاتحاد في التسجيل الحالة الذهنية عند نادي الاتحاد كان في تركيز عالي جدا من المجوم مهما قدموا اللاعبين من جهود لكن في أكبر عامل رفع الجودة في نادي الاتحاد هو الوسط الملعب القوي جدا والصعب على أي فريق بوجود كانت وفبينه ظهور أول جميل كان للمعيوف وكلين شيط يضاف إلى طبعا سجله الكبير مع نادي الهلال وسجله الكبير في الكرة السعودية الجميل في هذه العودة أنها جاءت كمان في ملعب الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله ملعب الإنجازات ملعب التاريخ في بطولة ارتبطت بتاريخ نادي الاتحاد وارتبط معها يعود الملعب عاد بحلة جديدة والاتحاد بحلة جديدة والقرة السعودية بحلة جديدة مع نجوم سوبرستار وأعتقد أننا فخورين كلنا بأننا ندخل بالفرقة السعودية ونرفع مستوى البطولة مش بس ننافس عليها واللي شفناه طبعا استقبال نادي النصر والحالة اللي شفناها اللي تصدرت الأخبار بوجود رونالدو في إيران والأسماء الكبيرة اللي دخل بها نادي الهلال والاتحاد شيء كبير جدا ودعامة كبيرة للقرة الآسيوية ننتظر أن يرتفع المستوى في كامل البطولة ويكون المنجل السعودي بإذن الله